تتكشف المزيد من المقابر الجماعية بشكل يومي بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق عدة في قطاع غزة لا سيما المستشفيات التي تعرضت للإستهداف المباشر والتدمير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة أكدت انتشال أكثر من 283 جثمانا من الفئات العمرية كافة في ثلاث مقابر جماعية بمجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر ومستشفى كمال عدوان وأشارت الهيئة إلى أن نحو خمسمائة مفقود يخشى أن يكون مصيرهم المقابر الجماعية وأفادت الهيئة بأن جثثا تم العثور عليها في المقابر الجماعية كانت في حالة تحلل تام بينما وجد بعضها مقطوع الرأس ودون جلد وأعضاء يأتي هذا فيما قالت السلطات الفلسطينية إن موقع الدثن في مجمع ناصر الطبي بخان يونس عثر فيه على نحو 400 جثمان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد مواصلته التحقق من صحة التقارير التي رصدت العثور على جثث بمحيط مجمعي ناصر الطبي والشفاء المفوض السامي لحقوق الإنسان فوركر تورك من جهته دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في المقابر الجماعية بقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر